بسم الله الرحمن الرحيم هل سيظهر المهدي المنتظر في رمضان 2021؟ في ناس يعني صيحاتهم ملأت الدنيا ضجيجا من حولنا وهم يقولون المهدي هيظهر في رمضان 2021 رمضان 2021 يكرر هذا الكلام فهل فعلا كلامهم صحيح؟ تعالوا معا نرى حقيقة هذا الأمر ونشوف الموضوع مع بعض بعد هذه المقدمة التي نقدم بها إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين أما بعد بداية يقول الله تعالى في الآية 17 من سورة الرعد فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال افهم كلام ربنا كويس عشان سنحتاج إليه وإلى تأويله الآن وإلى فهمه الآن وكذلك أردد قول الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه الإمام علي بيقول إيه ما أبقى خفق النعالي وراء الحمق من عقولهم شيئا ما أبقى خفق النعالي وراء الحمق من عقولهم شيئا فيزعمون هؤلاء الحمق يزعمون إيه يزعمون أن المهدي رسول ويزعمون أن المهدي مذكور في القرآن ويزعمون أن المهدي يعلم الغيب وكذبوا في ذلك كله في كل ده هم كذبين المهدي ليس رسول المهدي لا يعلم الغيب المهدي غير مذكور في القرآن إطلاقا دعونا قبل أن نخوض وندخل في غمار هذا الحوار وهذا الحديث دعونا نقرر حقيقة دائما نذكر الناس بها حتى لا يتلاعب بهم الحمقى هذه الحقيقة هي أن المهدي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طب النبي أخبرنا عن المهدي أنه رجل صالح أو حاكم عادل يملأ الأرض عدلا بعد أن ملأ الظلما وجورا لحدود المهدي التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم لا رسول ولا مذكور في القرآن ولا يعلم الغيب ولا شيء هو رجل صالح أو حاكم عادل يملأ الدنيا عدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا هذا هو المعتقد الصحيح المعتدل في المهدي كما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الحمقى فتجدهم في كل مناسبة دينية أو موسم من مواسم الطاعة والعبادة سواء في رمضان أو في الحج أو غيرها من مواسم الطاعة تجدهم هؤلاء الحمقى تجدهم يشوشون على الناس صفاء عبادتهم فتخرج علينا الأقوال والشائعات الموسمية المعتادة اللي حفظناها في كل موسم عبادة في الحج وفي رمضان وغيرها فيقولون المهدي سيظهر بتاريخ كذا وفي مكان كذا إلى آخره وتظهر علينا هذه الأيام اللي احنا فيها هذه الأيام خاصة غمامات من التوقعات والأراجيف فمن قائل يقول لك المهدي هيظهر في رمضان 2021 وآخر يقول أنا عرفت اسم المهدي واسمه مكون من أربعة حروف نورانية لكنها لكن هو المهدي مجهول بالنسبة لي يعني هو عرف اسمه بس ما عرفوش وعرف ان اسمه مكون من أربعة حروف نورانية بس ما عرفش من هو وسالس يقول لك هناك أخت رأت رؤية للمهدي خاصة بعام 2021 وينهال عليك بعد ذلك السيل الجارف من الرؤى والأحلام وتفسيراتها وكلها هلاوس ما أنزل الله بها من سلطان يروجها من ينامون ويقومون على الرؤى والأحلام وليس من ورائها فائدة تستفاد إلا صرف الناس عن الحق والفهم الصحيح للدين من الكتاب والسنة وهؤلاء الحمقى إن قدر لك أن تستمع إليهم فاسمع من هنا وأخرج من هنا طيب دول بيعملوا كده لي وبيتكلموا الكلام ده ليه هؤلاء أحد ثلاثة واحد من ثلاث أنواع ثلاث أنواع هنشوفهم الناس دي بينقسم إليهم لأنه مش ممكن يكون إنسان كده عما لي خرب في القرآن ويؤذي في الطريق الصحيح للقرآن الكريم إيه السبب؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ هم واحد من ثلاثة النوع الأول منهم هم الذين تستخدمهم الشياطين لصرف الناس عن الطاعة الخالصة لله الواحد طيب النوع الثاني النوع الثاني هم من يعبدون الأرقام وخاصة الرقم 19 وقد اقتنعوا بتلك الأرقام قناعة تامة لا تقبل الجدال ولا التبديل ولا التغيير فاتخذوا الأرقام وحساب الجمل طريقا ومنهجا ومرجعا وجعلوا القرآن الكريم ملعبا لتلك الأرقام يعبثون فيه كيف ما شاءوا بلا علم ولا سند ولا مرجعية ولن تغني عنهم أرقامهم من الله شيئا الأرقام بتاعتهم دي مش هتنفعهم أمام الله لما يقف الواحد منهم كده ويعرف أنه كان غلقان أنه كان بيصرف الناس عن الحق إلى الباطل إلى لا شيء ساعتها لن تغني عنهم أرقامهم من الله شيئا وقد شرحنا قبل ذلك كل ما يتعلق بالأرقام وحساب الجمل قبل ذلك على قناة المعرفة هنا أو على القناة التانية اللي هي قناة صيد الخواطر شرحناها شرحا وافيا بأصولها وجذرها وبينا الأمثلة والتجارب التاريخية التي تدل على فساد الاعتماد على حساب الجمل والأرقام وأنها مجرد ظن الاعتماد على الأرقام دي مجرد ظن وتخمين والظن دائما لا يغني من الحق شيئا قال الله تعالى في الآية 36 من سورة يونس اسمع ربك بيقول إيه سبحانه وتعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون اسمع إن الله عليم بما يفعلون وأما النوع الثالث فهم المغفلون يريد الواحد منهم أن ينفع فيضر أبلغ الضرر فيضر أبلغ الضرر وأحسن القول فيهم أنهم مثل من وضعوا الأحاديث في فضائل السور ليحملوا الناس على الاهتمام بالقرآن الكريم فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه الحديث دا للرسول متفق عليه عند البخاري ومسلم طيب وضع الأحاديث دي والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قديما حرفة وهواية عند بعض الناس تخيل حرفة وهواية عند بعض الناس أنه يضع أحاديث ويجذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتفع بذلك وفي أقسام لوضع الأحاديث دا بيضع لكذا وده فيه سياسية وفيه زندقة وفيه بعض اللي هم بيظن منهم بيعملوا خير إلى غير ذلك من أقسام ارجع إليها إن شاءت ليس موضوعنا التبحر في هذا الآن يبا في ناس حرفتها وهوايتها وضع الأحاديث والكذب على رسول الله حتى قال عبد الله بن زيد إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول بينصح الناس بعد ما تاب عن بدعة وضع الأحاديث بينصح الناس بيقول انظروا هذا الدين عمن تأخذونه يعني فتش الأول عن اللي انت بتنقل منه الدين لأن فيه ناس بتكذب على رسول الله فيه ناس بتضل الناس عن طريق الحق فما تاخدش الدين من أي حد انظروا هذا الدين عمن تأخذونه فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا يعني الرجل اللي تبدأ عن البدعة بتاعته وبدعة وضع الأحاديث يقول كنا لما نشوف رأي لنا وجهة نظر نحط حديث ندعم وجهة النظر به لما يكون لنا رأي نحط حديث عشان يسند الرأي بتاعنا بعد ما تاب اعترف بص يقول ايه انظروا هذا الدين عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا يعني وضعنا له ايه حديثا وكان هناك رجل قديما يسمى نوح ابن أبي مريم نوح ابن أبي ايه ابن أبي مريم نوح هذا اسمع بالله لأن موضوع نوح ده مهم جدا وأعرف علماء الحديث مشهور عندهم نوح ابن أبي مريم هذا شهرة القمر ليلة البدر كانوا يسمونه نوح الجامع لأنه جمع أطرافا من العلم وكان نوح ابن أبي مريم هذا يقضي طيلة الليل في تأليف أحاديث من رأسه في فضائل صور القرآن الكريم وينسبها لرسول الله بيقلف أحاديث من دماغه وينسبها للرسول صلى الله عليه وسلم في فضائل الايه؟ الصور عشان كده تجد كثير من أحاديث فضائل الصور ضعيف أو موضوع كثير ومرة نتكلم عن ده ونذكر لك الصحيح منها إيه؟ أحاديث فضائل الصور حتى قال ابن حبان عن نوح ابن أبي مريم هذا جمع كل شيء إلا الصدق الإمام بن حبان بيقول عن نوح إيه؟ عن نوح الجامع هذا نوح الرجل الكذاب ده اللي بيضع أحاديث في فضائل الصور الإمام بن حبان بيقول عنه أنتو بتسمون نوح الجامعة؟ قال جمع كل شيء إلا الصدق نوح الجامع ده نوح ابن أبي مريم هذا جمع كل شيء إلا الصدق من اللي بيقول عنه كده؟ الإمام بن حبان وجاء في كتاب الموضوعات للإمام العظيم أبو الفرج بن الجوزي قيل لنوح الجامع نوح ابن أبي مريم من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس؟ يعني أنت عملت رولنا أحاديث في فضائل الصور عن عكرمة عن ابن عباس من أين جئت به؟ من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن صورة صورة؟ وليس عند أصحاب عكرمة هذا يعني ما سمعناهش من أصحاب عكرمة إزاي وصلك أنت؟ وليس عند أصحاب عكرمة هذا فقال اعترف بعد ما الناس كشفته فاعترف اعترف وقال إيه؟ إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق في السير يعني بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة لله وضعت النعدة من الأحاديث بتاعة فضائل السور ده حسبة لله تعالى يعني بيظن أنه بياخد سواب من الله وهو بيضع الأحاديث ويكذب في وضعها وينسبها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة لله تعالى نشوف أهو مثل دول بالزبط اللي عمال يغسلك دا ودا 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 في حسب الجمل وعلم الأرقام في الأبراج في هذه الأشياء ويحمل دا على القرآن والمهدي هيظهر إمتى وهيظهر إمتى والناس يعني ينصرفون إليه ينصرفون إلى مثل هؤلاء وهذه النوعية من نوعية بتاعة التنبؤ التنبؤ خصوصا التنبؤ اللي بالأرقام وتحديد التواريخ والأماكن دا الناس بتخدع به خدعة رهيبة وبعدين بينتهي الزمن والمكان وما فيش أي شيء ممن قالوا عنه وخلاص وينتسي الأمر لكن ستبقى تلك الكذبات على هؤلاء عند الله ستبقى مسجلة في حقهم وفي سجلاتهم التسعة وتسعين عند الله يرونها يوم القيامة حسرة وندامة لأن الكذب في الدين دا شيء فظيح والكذب على رسول الله النبي بيقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع دا بعض الناس منهم تجدوا وجهه يعني سبحان الله ربنا ما تديهه وجهه منير وشكل حلو ومنطق حسن استخدموا في الخير يا أخي استخدموا في النقلة عن صحابة رسول الله استخدموا في النقلة عن الصحيح من دين الله عن تفسير القرآن عن علم الصحابة عن علم الفقهاء الأربعة وغيرهم انقل للناس الصحيح كن داعية إلى الله كن ناقلة خير للناس تنفع نفسك قبل أن تنفع الناس لكن تنقل لهم لا شيء خزعبلات هوائيات فجوات مفرقعات وليس بداخلها شيء نسأل الله أن يتوب على يعني كل من حادة عن الطريق وإن شاء الله الفيديو القادم والحلقة القادمة عن المهد المنتظر وبنيات الطريق نعرفك يعني إيه بنيات الطريق وإزاي الناس بتقع فيها في موضوع المهد المنتظر ده نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يسدد خطانا في أن نجلي ونوضح للناس حقيقة الأمر بقدر ما استطعنا من جهد ونسأل الله أن يجمع الناس على الخير وأن يؤلفهم على طريق رسول الله الصحيح الصواب الصائب نسأل الله ذلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته